The vector product defined تعريف تاني نوع من الضرب اللي هو الضرب المتجه Given to vectors A and B عند متجهين A و B The cross الكروس اللي هو نفسه الvector product بنربز للضرب المتجه برمز الكروس أو علامة L-X حاصل الضرب المتجه للمتجهين A و B بينتج لمتجه ثالث C المتجه C اتجاهه بيكون عمودي على المستوى اللي بيحوي A و B و في اتجاه الإبهام باستخدام قاعدة اليد اليوم زي هو موضح على الرسم بحيث ان الأصابع الأربع بتاعي بتشير من A إلى B بيكون المتجه الناتج C هو اتجاه الإبهام لو هضرب العكس ال B cross C هينتج للمتجه اللي هو سالب C بيكون عمودي لكن لأسفل قيمة المتجه الثالث The magnitude of the vector C اللي ناتج من حاصل الضرب المتجه بيساوي A ال A B ساين C أو قيمة A في قيمة B في ساين الزاوية C The direction of C اللي هو حاصل الضرب المتجه is perpendicular to the plane formed by A and B بناء الثاني بيكون عمودي على المستوى اللي بيحتوي ال A وال B وبنستخدم قاعدة ال right hand rule لتحديد اتجاه المتجه C بعد خصائص الضرب المتجه The vector product is not commutative The order in which the vector R multiplied is important ببساطة ان حاصل ضرب A cross B لا يساوي ال B cross A ولكن يساوي سالب B cross A على عكس الضرب القياسي ان ال A ضد B ساوي ال B ضد A If A is parallel to B لو المتجهين متوازين Then A cross B equal 0 ايضا ال A cross A بيساوي صفر حاصل ضرب المتجه في نفسه ضرب اتجاه يساوي صفر لانه يعتبر متجه موازي If A is perpendicular to B لو ال A عمودي على B Then قيمة ال A cross B هتساوي ال A في ال B لانه في الحالة دي ساين تسعين equal 1 The vector product obeys the distributive flow بيتبع قناة التوزيع ان ال A cross B زائد C يساوي ال A cross B زائد ال A cross C من خصائص ال vector products of unit vectors ال I cross I بيساوي ال J cross J بيساوي ال K cross K يساوي صفر عكس بعد ضرب A الخياسي ال A cross J بيساوي سالب ال J cross I يساوي K ال J cross K يساوي سالب ال K cross J يساوي I ال K cross I يساوي سالب ال I cross K يساوي الج عشان كده اسهل طريقة لاجراء الضرب المتجه ان انا بكون مصفوفة الصف الاول هو ال I وال J وال K بحيث ال I موجب ال J سالب وال K موجب بعد كده اكتب مركبات المتجه الاول ال A X وال A Y وال A Z بعد كده الصف الثالث مركبات المتجه الثاني ال B X وال B Y وال B Z احل المصفوفة دي بيكون الناتج هو المتجه الثالث ال A cross B ازاي اجيب معامل ال I بحسب الصف والعمود اللي فيه ال I واحسب قيمة المصفوفة اللي بقية اللي هي ال A Y P Z ناقص ال A Z P Y نفس الكلام ال J افتح قوص بالسالب لل J احزف الصف والعمود اللي فيه ال J ويبقى قيمة المصفوفة البعية يبقى A X P Z سالب A Z P X نفس الكلام بالنسبة للكي لكن بالموجب احزف الصف والعمود اللي فيه الكي يبقى عندي المصفوفة A X A Y B X B Y احسب قيمتها ال A X في ال B Y سالب ال A Y في ال B X ينتج للمتجه الثالث اللي هو ناتج من ضرب المتجه ما زلنا فيه ضرب المتجهات الفلاش اللي قدامنا بيوضح لي عملية الضد بروتكت او الضرب القياسي لمتجهين بيقولي ان قيمة المتجه A بيساوي 2 وقيمة المتجه B بيساوي 1 لو جربنا مسعا الزاوية حطينا الزاوية بين المتجهين وليكن صفر يعني المتجهين متوازين بيكون الناتج ان A ضد B بيساوي قيمة A في قيمة B في قصين الزاوية سيتا وقصين صفر بواحد يطلع الناتج 2 طيب لو غيرنا القيمة الزاوية خلناها 60 بيكون الناتج ان A في ال B قصين سيتا هيساوي 1 لانه قصين 60 دي كام بنص بيطلع الناتج 2 في 1 في نص يطلع الناتج 1 طيب لو غيرت الزاوية خليتها 90 درجة هيكون الناتج صفر 90 يعني المتجهين زي ما احنا شايفين على الرسم متعمدين وقصين 90 بصف فيكون حاصر الضرب القياسي بصفر انا اخد سيميوليشن او فلاش اخر لكن ده بيوضح لي الكروس بروداكت لمتجه C بيساوي المتجه الثالث اللي هو A كروس B هنا خليت الزاوية بين المتجهين 120 درجة ده بيوضح لي شكل المتجه الثالث اللي هو ناتج الضرب المتجه C لو طبقت قاعدة اليد اليمنى اتجاه الاصابع بتاعتي هتكون من A الى البي هيكون عندي المتجه الثالث اللي هو مع الابهام لاعلى طيب لو عكس الوضع هضرب A كروس B اتجاه الاصابع بتاعه يتغير يبقى اتجاه الاصابع هيشير من A الى البي لان بادئ B A يبقى المتجه الثالث هينعكس اتجاه ويكون عمودي على المستوى لكن لاسفل اشتركوا في القناة